بعد مرور نحو سبعة أسابيع من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تأتي الهدنة الإنسانية المعلنة بين حماس وإسرائيل لتعلن وقف إطلاق النار بين الطرفين ما يعني توقف حركة آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة مؤقتاً في جميع مناطق قطاع غزة والمتمركز رئيسياً في مدينة غزة إضافة إلى محاصرتها في منطقة جحر الديك والتل الهوى ومروراً بمستشفى القدس ومستشفى الشفاء ومستشفى الرانتيسي ومدرسة الشاطئ وغيرها من المناطق داخل القطاع كما تنص الهدنة كذلك على إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود من معبر رفح إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء جنوباً وشمالاً ومن المرجح أن يكون معبر رفح كذلك ممراً لخروج خمسين محتجزاً لدى حركة حماس فور تحرير الاحتلال للأسر الفلسطينيين المائة والخمسين وفق نفس بنود الهدنة وبموجب الهدنة كذلك سيجري وقف حركة الطيران جنوبية قطاع غزة على مدار أربعة أيام إضافة إلى وقف حركة الطيران شمالية القطاع لمدة ست ساعات يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساءاً كما تلتزم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الهدنة بعدم التعرض واعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة مع ضمان حرية حركة السكان من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين ترجمة نانسي قنقر